السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات فيروس سلالة كورونا الجديدة جي ان وان يضرب من جديد عدد إصابات مرعب ودول العالم تتأهب وتتخذ التدابير اللازمة إصابات تنفسية ودور برد شديد عدد كبير جدا من الإصابات الفيروس منتشر بشكل كبير في هذه الفترة طيب ما هي أعراض هذه السلالة الجديدة لكورونا جي ان وان تظهر عند المريض علامات حرارة مرتفعة ورعشة وصداع ورشح ألم واحتقام بالعوم ألم عضلي وأيضا ألم معممة في الجسم وتعب ووهن عام بعض المرضى يظهر عندهم صعوب التنفس وقل التركيز أعراض هضمية إسهال وإقياء وبعض المرضى يظهر عندهم فقدان لحاسة الشم وأحيانا فقدان حاسة التذوق هذه الأعراض شبيهة بأعراض الفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب الكبار والأطفال لكن الأطفال بشكل أكبر وأيضا هذه الأعراض شبيهة بأعراض المفطورات التنفسية وأعراض فيروس الإنفلونزا علاج كل هذه الإصابات وكل هذه الحالات متشابه معدى المفطورات التنفسية يمكن أن يحتاج المريض لمضاد حيوي أنتيبيوتك إصابة الأطفال بهذه السلالة الجديدة من كورونا جي إن ون تكون الأعراض خفيفة وهذا بعكس إصابة الأطفال بالمخلوي التنفسي أو بالمفطورات التنفسية والخطورة تكمن في إصابة كبار السن بشكل خاص المصابين بأمراض مزمنة طيب ما هو علاج الإصابة بالسلالة الجديدة لكورونا جي إن ون وكيف يمكن أن تعالج نفسك عند الإصابة به خلال اليومين الأولين للإصابة ممكن أن تتصرف لوحدك لكن استمرار الأعراض ثلاثة أيام أو أكثر يستوجب زيارة الطبيب والفحص الطبي يعني أحيانا الحرارة يمكن أن تستمر أكثر من ثلاثة أيام وأيضا البلغم والقشع يمكن أن يتحول من شفاف إلى أصفر أو أخضر استمرار ارتفاع الحرارة وتغير لون القشع بهذا الشكل يستوجب زيارة الطبيب هذه العلامات تشير لإصابة بكتيرية أو جرثومية أي أن الموضوع ليس فيروس إنما بكتيريا أنصح بعدم استخدام حقا أو إبر ديكسا مع ديكلون أو ديكساميتازون مع فولتارين عند الإصابة بفيروس جي ان وون وطبعا شائع بين الناس تسميت هذه الحقنة بحقنة دور البرد أو حقنة القريب والبعض يسميها الحقنة السحرية وأحيانا يضاف لها مكون ثالث أنتي بايوتيك مضاد حيوي قد تكون هذه الإبري قاتلة وسببا للوفاة وكثيرا ما نسمع ونشاهد هذه الحالات بعد إسعافها للمشفى لكن بعد فوات الأوان وحدوث وفات بسبب الإبري أو الحقنة اللي اتلقاها المريض لعلاج الحرارة العالية أنصح بإجراء كمادات في منطقة العنق وأيضا تحت الأبطين وعدم تناول خوافة حرارة مباشرة ارتفاع الحرارة بين 37.5 و 38.5 درجة مفيد لك ويحفز جهازك المناعي وينبهه ويقويه في حال ارتفاع الحرارة فوق 38.5 درجة مئوية واستمرار ارتفاعها أكثر من ثلاثة أيام يمكنك تناول خوافة حرارة حب تابلت باراستامول 500 ميلي جرام وطبعا له أسماء تجارية مختلفة لكن اسمه العلمي في كل دول العالم باراستامول وهو مسكن للألم وخافض للحرارة الجرعة حب كل 6 ساعات للبالغين ويمكن أن تصل الجرعة إلى حبتين كل 6 ساعات إذا دعت الحاجة حسب الحال وحسب الوزن الأطفال أيضا باراستامول شراب والجرعة حسب العمر والوزن في الحالات الحادة وفي حال وجود حرارة مرتفعة وتعود للارتفاع كل 3 إلى 4 ساعات يمكن مشاركة باراستامول بالتناول مع خافة حرارة من زمرة دوائية مختلفة مثل بروفين أو إيبو بروفين 400 ميلي جرام أو 600 ميلي جرام ويمكن تناوله حب كل 12 ساعة مرتين يوميا وفي حالات أشد ممكن كل 8 ساعات بعد الطعام مباشرة طيب سيلان الأنف والرشح علاجه لوراتادين المعروف باسم كلاريتين حب يوميا عيار 10 ميلي جرام لمدة أسبوع وللأطفال كلاريتين شراب 5 ميلي جرام أو لوراتادين وهو الاسم العلمي في كل دول العالم يعطى الطفل جرعة واحدة يوميا لمدة أسبوع لعشرة أيام حسب عمر ووزن الطفل ويمكن استخدام بخاخ أنفي أو قطرة أنفية ماء وملح الأسماء التجارية مختلفة لكن التركيب هو ماء وملح فقط وأنصحك بعدم استخدام بخاخات أنفية أو قطرات أنفية مضادة للاحتقان آثارها الجانبية عديدة وخطيرة طيب العرض الآخر المزعج هو السعال أنصح بداية بالإكثار من شرب السوائل للمساعدة في تذويب وإخراج البلغم من الطرق التنفسية وأيضا أنصح بإجراء تبخيرة يعني غلي الماء في وعاء واستنشاق بخار الماء هي تساعد في تذويب وإخراج البلغم أنصح أيضا بالغرغرة والمضمضة بماء فاتر وربع ملعقة ملح صغيرة ثلاثة لأربع مرات في اليوم هي مفيدة لإحتقان البلغم في حال الإصابة بفيروس سلالة كورونا الجديدة جي ان وان السعال يكون جاف غالبا لكن إذا كان السعال مترافق مع قشعة وبلغم يجب تناول دواء مذيب للبلغم هو يريحك من البلغم ومن السعال ويطرد هذا البلغم أفضل دواء مذيب للبلغم هو كاربوسيستين أو إن أسيطايل سيستاين للبالغين حب صباحا ومساءا أيار 375 ميلي جرام لمدة أسبوع وللأطفال شراب ملعقة صباحا ومساءا حسب عمر الطفل ووزنه يعطى من عمر سنتين وما فوق وفي حال ظهور زلة تنفسية وضيق نفس شديد أو نقص أكسجة وزرقة شفاه أنصح بزيارة الطبيب فورا سواء كان المريض بالغ أو طفل أحذر من إعطاء الطفل المريض أقراس أسبرين قطعا وعدم إعطائه مضادات حيوية عن ظهور الأعراض مباشرة أنصح بارتداء الكمامة ومحاولة عدم الاحتكاك بشكل مباشر مع كبار السن سواء بالمصافحة أو بالتقبيل حرصا على حياتهم أنصح بتهويت المنزل وفتح النوافذ والسماح لضوء الشمس بالدخول منها وتعريض الفراش والشراشف والوسادات لضوء الشمس الحذر لا يعني الخوف لكن الخطورة تكمن في الإهمال والاستهتار فهذه السلالة GN1 سريعة الانتشار والعدوى طيب ما هو النظام الغذائي المفيد في حال الإصابة بفيروس سلالة كورونا الجديدة GN1 يجب الامتناع عن السكر الأبيض المكرر والحلويات وتقليل النشويات مفيد جدا تناول الخضار والفواكه وصلطة الأوراق الخضراء مع ملعقة عصير ليمون مفيد أيضا تناول شربات ويمكن إضافة قطعة لحم دجاج لها مفيد أيضا تناول مشروب دافئ زنجبيل كركم إكليل الجبل وطبعا باعتدال ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي للمشروب هو مفيد جدا تتذويب البلغم وأيضا يعمل كمضاد أكسدي ومضاد حيوي طيب ما هي المكملات الغذائية المفيدة جدا في حال الإصابة بفيروس سلالة كورونا الجديدة GN1 من أجل تحسين مناعتك أهم مكمل فيتامين دال 95% من الناس مصابون بنقص فيتامين دال مستوى فيتامين دال عندك يجب أن يكون بين 45 و50 أنصح بتناول فيتامين دال حب أو كابسول 20 ألف وحدة دولية يوميا مع الفطور لمدة خمسة أيام ثم عشرة آلاف وحدة دولية يوميا عشرة أيام يجب أن يتم تناول فيتامين دال مع وجبة الطعام ويكون فيها شيء من الدسم زيت زيتون أو زبدة مثلا كي يذوب فيها فيتامين دال فيتامين سي يحسن مناعتك ويمكن الحصول عليه من البرتقال أو الفليفلي الخضراء ويمكن تناول فيتامين سي كمكمل غذائي حب حب يوميا عيار 2 جرام لمدة أسبوع الزينك مفيد وهام جدا حب يوميا عيار 50 ميلي جرام لمدة أسبوع أنصح بشرب الماء بشكل جيد والنوم باكرا من 11 ليلا حتى 7 صباحا يعني 8 ساعات نوم على الأقل وعدم تناول الطعام بعد 6 مساء وأنصح بممارسة بعض التمارين الخفيفة هي مفيدة جدا للمريض وبالتأكيد أنصح بالابتعاد عن التدخين وتناول الكحول أحبائي شكر كبير لكل متابع غالي دعم قناتي بميزة شكرا وشكر كبير للأحبي اللي انضموا للقناة وأصبحوا شركاء داعمين لقناتي وعم يتواصلوا معي عبر واتس أب والأحبي اللي عم يسألوا كيف يتواصلوا معي عبر واتس أب بالضغط على زر الانضمام واختيار مستوى فيه واتس أب وممكن عن طريق مسينجر صفحتي على الفيسبوك إرسال رسالة عليها الاسم والعمر ومكان الإقامة وسبب الاستشارة ورقمك واتس أب وأنا سأتواصل معك على واتس أب عندما ترسل هذه الرسالة تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله بشكركم وبحبكم جميعا وبتشرف فيكم وسعيد بوجودكم بقناتي ودعمكم إلي محبتي الكبيرة وتمنياتي القلبية بالخير والصحة والسعادة والسلام لكم وللعالم أجمع كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته شكرا